بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي طلبة الفيزة أهل الحديث أهلاً وسهلاً بكم بنا نكمل اليوم عن الفوتواليكترك إفكت وسوفر لحد الآن أثبتنا بأنه واحد الويفز اللي هي مثل اللايت هاو دوال برابرتز دوال برابرتز اللي هي خاصية مزدوجة خاصية جسيمية وخاصية موجية جسيمية وموجية الآن الفوتون انرجي إز كونتايز طاقة الفوتونات مكممة طاقة الفوتونات مكممة بمعنى أخر راح في هذا الدرس راح كما نعطيكم عن التكميم اللي هي الطاقة الكلية للشعاع الضوئي يساوي عدد صحيح من الأصغر جزء من الطاقة فمثلاً عنا شعاع وحيد الطول الموجي وحيد الطول الموجي هذا الشعاع طاقته تساوي عدد صحيح إن في إبسلون قاما اللي هي أقل طاقة ممكنة للسينجل فوتون طاقة الفوتون الواحد فهذا أثبتنام في هذا الدرس اليوم بدنا نأخذ إجزامل هذا الإجزامل تقريباً شامله راح أعطيكم إن شاء الله بعض الأمثلة على شكل PDF فايل أنتوا تقروها بأنفسك وتحلوها بأنفسك على أساس تتدربوا في هذا المثال We have the following figure represent two different lights irradiates sodium surface sodium اللي هو Na ففي عنا في هذا الشكل ضوءين مختلفين وهذين الضوءين يشععان سطح من الصوديوم سطح من الصوديوم والصوديوم مادة فلزية يمكن أن تبعث إلكترونات الفايل الصوديوم اللي هي اقتران الشغل للصوديوم من أجل أنها تكون واضحة فيتو ساوي 2.3 إلكترون فولت إلكترون فولت كما في هذا الشكل الآن أرجع لهذا الشكل بس خلينا أكمل ما هو الضوء الذي يمتلك أعلى أعلى شدة ما هو الضوء الذي يمتلك أعلى تردد والفرع الأخير راح أرجع له إن شاء الله بعد شوية خلينا أحل الفرعين الأولات الفرعين الأولات اللي هو لاحظوا هذا اللايت A هذا اللايت A لما كان الإيميتر كان الإيميتر سالب والكليكتر موجب استطاع إنه يبعث تيار أو يولي تيار فوتو إلكتريك فوتو فوتون أو فوتو كارانت أعلى من الضوء B أعلى من الضوء B شو معناته معناته هذا الضوء عنده فوتونات أكثر شو معناته معناته إنه الانتنسيتي لهذا الضوء أعلى الانتنسيتي للضوء A أعلى شو السبب؟ السبب لأنه الفوتو كارانت اللي هو التيار الكهروضوئي فوتو إليكتريك كارانت أرجو أنها تكون واضحة الفرع الثاني ما هو الضوء الذي يمتلك أعلى تردد أعلى تردد من خلال الستابينغ بوتينشل الستابينغ بوتينشل لاحظوا الستابينغ بوتينشل اللي هو الجهد اللازم لإيقاف أو يعني أعطى الإلكترونات طاقة حركية أو الإلكترون الذي يمتلك أعلى طاقة حركية فلذلك الإلكترون لا يمتلك طاقة حركية إلا إذا كان الشعاع ذو طاقة عالية الذي حرره لأنه جزء منه تروح لانتزاع من سطح الفلز والباقي يذهب كطاقة حركية فيجب أن تتناسب الطاقة اللي هو جهد القطع يتناسب تناسبا طرديا مع طاقة الفوتون وطاقة الفوتون بالأصل تتناسب تناسبا طرديا مع التردد لأنه طاقة الفوتون تساوي H في نو فلذلك بما أن الضوء الأخضر يمتلك طبعا كقيمة مطلقة كقيمة مطلقة تحدث أعلى جهد قطع أعلى جهد قطع فلذلك الضوء بيه هو الضوء ذو التردد الأعلى ذو التردد الأعلى لاحظة هناك في أرقام على هذا الشكل راحي نحتاج إن شاء الله في الفرع رقم ثلاثة فإذن لاحظوا ليس شرطا إذا كان الضوء هو الأعلى شدة يكون هو الأعلى ترددا لاحظوا هذا الضوء هو أعلى شدة لكنه لكن تردده تردده منخفض لنفترض أنه تردده مثلا خمسة أربع عشر قوة قوة أربع عشر هيرتز لكن شدته مليون هذا شدته نصف مليون لكن تردده قد يكون عشر ضرب عشر قوة أربع عشر هيرتز تردده أعلى فليس شرطا أن يكون ذو الشدة الأعلى هو الأعلى ترددا طيب الفرع رقم ثلاث الفرع رقم ثلاث بدي أحاول أني أركز عليه تقريبا هو موقف مننا كل هذا الدرس كتبته بالأحمر هذا اللي جهد القطع له ناقص اثنين فولت كقيمة مطلقة اثنين فولت إنتنسيتي إز أربع واط لكل متر تربيع إذا كان الإنتنسيتي لهذا الشعاع هو أربع واط لكل متر تربيع ونتو عارفين الواط الواط هي وحدة قياس قدرة قدرة هي طاقة على زمن طاقة على زمن and the efficiency of the photo electron production is 40% اللي هي الإفشيانسي كفاءة إنتاج إلكترونات ضوئية هي أربعين بالمئة طب شو هذا الكفاءة شو معنات هذا الكفاءة ليس كل الأشعة التي تسقط صحيح أنه ترددها تردد عالي فوق تردد العتبة ليس جميع الفوتونات التي يمكن أن تشع أو تسقط على سطح الفلس أن تولد إلكترونات ضوئية شو السبب؟ السبب لأن بعض هذه الأشعة قد تسقط إلى أعماق مختلفة فلا تستطيع أن تخرج الإلكترونات من هناك بل تتحول إلى طاقة حرارية تمتص وتتحول إلى طاقة حرارية بعضها قد ينعكس بعضها قد ينفذ من السطح خاصة لأنه بعض السطوح تكون رقيقة جدا مثل الخلالي الشمسية الخلالي الشمسية المستخدمة في البيوت وإنتاج الطاقة الشمسية مرات تكون سماكتها بسيطة جدا هي عبارة عن سطح مطلي على مثلا على زجاج وهكذا فبعض الأشعة قد تنفذ البعض الآخر قد ينعكس البعض الآخر قد يتحول إلى حرارة فإذا فقط 40% من هذه من عدد الفوتونات التي تسقط يمكن أن تولد إلكترونات ضوئية فقط 40% وهي عادة تستخدم في حالات التي هي إنتاج الطاقة الشمسية يحاول أن تكون الإفشانسي قريب من 100% لكن صعب أنهم حصلوا على ذلك الآن فإذا هذا الضوء هذا الضوء شدته 4 واط لكل متر تربيع والإفشانسي لإنتاج الفوتونات الضوئية 40% الآن شو المطلوب منها كالكوليت the number احسب لي عدد الفوتو إلكترون إمتد من 2 سنتيمتر تربيع of a surface in 5 seconds فالآن احسب لي عدد العدد الإلكترونات الضوئية التي تنبعث من مساحة 2 سنتيمتر مربع من السطح خلال 5 ثواني 5 ثواني خلينا ننتقل إلى الحلقة بل لا ننتقل إلى حل هذا الفرع طبعا نحلي تلك الفرع a شدة a أكبر من شدة b لأنه تيار التيار الذي ينتج من الشعاع a أكبر من التيار الذي ينتج من الشعاع b طبعا الفريكونسي أنا دائما نحط لها أنه تعتمد على no تعتمد على no وال i لحالها هي تيار الآن الفرع الثاني تردد b أكبر من تردد a السبب في ذلك أنه stopping potential اللي هي الفي نوت الفي نوت لل b أكبر من الفي نوت لل a فلذلك الطاقة الحركية لل الإلكترونات b أكبر من الطاقة الحركية للإلكترونات a التي تنمعت من الشعاع a طيب يا جما خلينا نأخذ الفرع c الفرع c خلينا نأخذ المعطيات الفاي تساوي للصوديوم 2.3 إلكترون فورت وال في نوت للشعاع اللي هو الشعاع ايه الشعاع باللون الأحمر 2 فورت طبعا كقيمة مطلقة هاي 2 فورت اللي هو stopping potential والمساحة طبعا 2 سنتيمتر تربيب الآن يا جماعة كيف بدأ أحسب عدد عدد العدد الإلكترونات أستطيع أن أحسب عدد الإلكترونات المتولدة من خلال أحسب عدد الفوتونات في هذا الشعاع هذا الشعاع الذي يمتلك الذي شدته 4 واط لكل متر تربيع طيب هذا الشعاع شدته 4 واط لكل متر تربيع ممكن أني أحسب من خلال هذا الشعاع طاقة الشعاع الكلية خلال 5 ثواني والتي تسقط على 2 سنتيمتر ممكن أحسب الطاقة الكلية الطاقة الكلية للإشعاع التي ذكرت في بداية المحاضرة الطاقة الكلية للإشعاع شو تساوي تساوي عدد الفوتونات ضرب طاقة الفوتون الواحد عدد الفوتونات ضرب طاقة الفوتون الواحد إذا تحب تكتبوها قبل نبدأ الحل اكتبوها فإذا من خلال الشدة أستطيع أني أحسب الطاقة الكلية للإشعاع الذي يسقط على 2 سنتيمتر مربع خلال 5 ثواني هذه الطاقة الكلية تساوي عدد الفوتونات ضرب طاقة الفوتون الواحد من خلال هذه العلاقة التي هي علاقة التكميم استطعت أني أوجد عدد الفوتونات في ذلك الشعاع خلال 5 ثواني التي تسقط على 2 سنتيمتر أو على المساحة المعطى لكن بداية بداية خليني أحسب قديش طاقة الشعاع طاقة الشعاع طاقة الفوتون الواحد طاقة الفوتون الواحد من خلال المعطيات الموجودة عندي أنا طاقة الفوتون أعرف أنها H في نو طيب H في نو كيف بدأ أطلحها أنا ما في عندي تردد هذا الضو وذاكرين العلاقة الذكروا العلاقة السابقة اللي كتبناها باللون الأحمر في المحاضرة السابقة في الجزء الثاني من الفيديو كانت تساوي الكائنة تساوي H في نو ناقص فاي وتساوي H في بقوسين نو ناقص نو نوت اللي هو تردد العتبة وتساوي كل هن يساون E في جهد القطع V نوت V نوت طيب الآن شو موجود أنا عندي من هذه العلاقة تذكر اكتبوا بالله العلاقة عندكم أنا مش كاتبة هنا للأسف اكتبوا العلاقة عندكم أنا شوف عندي من هذا السطر كله الطويل اللي باللون الأحمر في المحاضرة السابقة عندي E في V نوت اللي هو تردد العتبة تردد العتبة هاي فمن خلالها أستطيع أني أحسب منه الطاقة الحركية العظمى اللي هي الكائنة تساوي E في V نوت وتساوي 2 إلكترون فورت 2 إلكترون فورت مزبوط إبسلون إبسلون صغيرة عشان تميز أنه هذا طاقة فوتون واحد تساوي من هنا الكائنة كإنرجي إن قل هاي للطرف الثاني تصبح موجب الكائنة كإنرجي زائد فاي وتساوي الكائنة كإنرجي ماكسلم 2 زائد فاي اللي هي 2.3 إلكترون فورت وتساوي 4.3 إلكترون فورت لكن هاي بالإلكترون على سكند فبدي أحولها إلى جول هاي إيش أضربها يا جماعة أضربها بشحنة الإلكترون لأنه هاي إي فلما تضربها بشحنة الإلكترون تطلع 4.3 ضرب 1 ضرب 6 ضرب 10 قوة ناقص 9 شو تصبح وحدتها تصبح وحدتها وحدات الشحنة كولوم ضرب كولوم ضرب هي جول هي جول فتصبح طاقة الإلكترون الواحد هي عبارة عن 6.88 ضرب 10 قوة ناقص 19 من الجول إذن هاي طاقة الفوتون الواحد شو بقي عندي بقي عندي إني أوجد الطاقة الكلية للإشعاع التي تشع وحدة المساحة خلال زمن معين منين أوجدها أوجدها من الشدة نوجدها من شدة الإشعاع فلذلك شدة الإشعاع I know تساوي واط على متر تربيع الواحد هي عبارة عن طاقة على الزمن يعني total energy على هيا كتبت capital E ميزت عن هاي إبسلون على delta T على الأيريا بمعنى آخر يعني لو رتبت المعادلة اللي هي total energy للإشعاع على الأيريا ضرب الزمن إذن منها total energy total اللي هي total radiation energy irradiate the area in time delta T طيب هذه الطاقة إذا جيت أحسبها أو قبل لأحسبها هذه الطاقة مكممة يا جماع مكممة مكممة شو معنات مكممة أنها تساوي عدد صحيح من طاقة الفوتون الواحد أي ذكرت بأول المحاضرة مكممة الطاقة الكلية للإشعاع تساوي عدد الفوتونات ضرب طاقة الفوتون الواحد مكممة هاي كلمة مهمة كلمة مهمة فإذن عدد الفوتونات تساوي الطاقة الكلية على طاقة الفوتون الواحد طيب الطاقة الكلية شو تساويه يا جماع الطاقة الكلية من هذه المعادلة تساوي نضرب ضرب تبادل فتطلع عبارة عن الشدة ضرب المساحة ضرب الزمن الفترة الزمنية بمعنى آخر لو جيت نحسب الطاقة الكلية تساوي عفوا العدد الفوتونات تساوي الآن الطاقة الكلية هي الشدة ضرب المساحة ضرب دلتتي على طاقة الفوتون الواحد وتساوي الشدة أربعة ضرب اثنين ضرب عشر قوة ناقص أربعة دير بالقايب السنتيمتر عشان أحولها للمتر تربيع لازم أضربها بعشر قوة ناقص أربعة ضرب الفترة الزمنية خمس ثواني على الطاقة بالجول بالجول الطاقة مرات يعني نحتاج أن الطاقة بالجول حس في السؤال مرات يكتفي إنها تكون بالإلكترون فوت وتساوي يا جماعة خمسة فاصلة ثمانية ضرب عشر قوة خمسة عشر فوتون إذن عدد الفوتونات هي خمسة فاصلة ثمانية يضرب عشر قوة خمسة عشر فوتون هاي عدد الفوتونات لكن هل كل هذه الفوتونات تستطيع أنها تولد إلكترونات ضوئية؟ لا قلنا بعضها ينعكس بعضها ينفذ بعضها يتحول إلى طاقة حرارية وهكذا فقط أربعين بالمئة من هذا العدد يستطيع أنه يولد إلكترونات ضوئية فلذلك عدد الإلكترونات لاحظوا هذه N-Gama عدد الفوتونات الآن عدد الإلكترونات N-E تساوي عدد الفوتونات في ذلك الشعاع خلال الفترة الزمنية خمسة ثواني التي تشعر 2 سنتيمتر ضرب كفاءة توليد الإلكترونات كفاءة أربعين بالمئة فقط وستين بالمئة جزء منها ينفذ جزء منها ينعكس جزء منها يتحول إلى حرارة واضحة يا جماعة فإذا فقط أربعين بالمئة من هذا العدد يتحول إلى إلكترونات ضوئية وتساوي لما نضرب هذين الرقمين تطلع عنا عدد الإلكترونات المتولدة في خمس ثواني من مساحة 2 سنتيمتر هي 2.2 ضرب 10 قوة 15 إلكترون هذا مهم جدا هذا بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم يعطيكم العافية ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر